الحديث تتم لمظاهر رحمة الله في سلوك النبي صلى الله عليه وآله وأن غضب النبي رحمة وأن رحمة وعطف رسول الله هو الذي يقود غضبه في الأسبوع الماضي تتم التطرق إلى مظاهر الرحمة في الحرب مع الكفار ثم وصل الحديث إلى أخطار المنافقين الذين يعيشون في داخل المجتمع المسلم لنتعرف اليوم على نقطتين النقطة الأولى في سلوكه معهم ثم ندخل في بعض الشواهد التاريخية لنختم بعد ذلك بطريقته مع المسلمين إذا أخطأوا نبدأ الآن بموقفه تجاه ما صدر من المنافقين تعامله صلى الله عليه وآله معهم أولاً لم يلجأ إلى القوة إلى القمع رغم الاستفزازات الخطيرة التي تصدر منهم وسنذكر شواهد بعد قليل الأمر الثاني أنه لم يصادر أي حق من حقوق المنافقين المدنية حتى أمير ممني عليه السلام لما تمرد عليه من تمرد ما منعهم حقوقهم ما دام ما حملوا السلاح يدخلون المساجد يحصلون على عطاءهم من بيت المال لم يمنعهم الحقوق وإن كانوا معارضين على خطأ وعلى ضلال هؤلاء المنافقون الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله والقرآن مليء بأفعالهم وتوصفاتهم وحتى الخطورة ولكن مع ذلك إذا لم يظهروا أمرهم يعاملون كالمسلمين وإذا صدرت منهم بعض الأخطاء يكون لطف النبي ورحمته أيضا هي التي تتحرك بما يوافق مصلحة الناس الأمر الثالث أنه كان يحيطهم بإحسانه يعني هذا اليسيئون ويحسن لهم ويرفق بهم فلنبدأ الآن في الشواهد التاريخية بصورة مختصرة والكتب مليئة الشاهد الأول يمثل جريمة تمرد في حالة حرب تمرد في حالة الحرب إعدام النبي صلى الله عليه وآله خرج في غزوة أحد صار عملية مشاورة هل تكون المعركة في داخل المدينة أو نخرج نتلقى في خارجها كان رأيه صلى الله عليه وآله كما يقال أنه يكون في المدينة ولكن الشباب تحمسوا وكان رأيهم الخروج فاستجاب لرأيهم وخرج وكان رأيه رأس النفاق عبدالله بن أبي القتال في المدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وآله خرج معه وخرج المسلمون وخرج المنافقون الرواية تقول يقارب ألف مقاتل فلما انتصف الطريق قامت حركة النفاق بالانشقاق يرأسهم عبدالله بن أبي فرجع ورجع معه ثلاثمائة ثلاثمائة من ألف تقارب الثلث هذه المسألة لها بعد عسكري على مستوى قلة العدد ولها بعد أيضا عسكري على مستوى إضعاف المعنويات انت تخرج وينشق جيشك وجيش الخصم أضعاف فهذا يضعف المعنويات حتى أنه قيل أنه بن حارثة من الأوس كادوا يرجعون وبن سلمة من الخزرج أيضا كانوا ينسحبون كادوا ينسحبون يعني مسألة ثلاثمائة وفي تضعضع في جماعتين أيضا ممن لم ينسحب هذا شيء خطير ولهذا طلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يعاقبهم ولم يعاقبهم وليس في صدد أن يخلق الجبهات الداخلية العنيفة ضده قدر إمكان الأمور تمشي يغض الطرف هذا شيء اليوم عدام جندي واحد ينسحب من المعركة يعتبرون خيانة ويعدم جندي واحد فكيف إذا كانت المسألة بهذا الحجم التي تضعف موقف معسكر المسلمين هذه مثال ونموذج تاريخي عليكم بالسلام النموذج الثاني النموذج الثاني حصلت فتنة داخلية بعد الانتهاء من معركة بني المصطلق المؤرخون يقولون جاء المسلمون وازدحموا على الماء وكان قليلا فحصلت مناوشة بين واحد محسوب على المهاجرين جهجاه اسمه وبين واحد محسوب على الأنصار بغض النظر عن اسمه لأن الروايات تختلف في من هو هذا الشخص الذي من الأنصار أو محسوب على الأنصار الآن الآن الرواية تقول جهجاه ضرب الأنصار أو شخص آخر من ضعاف المهاجرين اسمه جعال تدخل لنصرة جهجاه من نفس المهاجرين يعني ولطم المشكلة وقعت بين من يحسب على المهاجرين وبين من يحسب على الأنصار فنادى المضروب وهو محسوب على الأنصار واش نادى نادى بكلمة تحرك الجماهير قال يا للأنصار هذه في الجاهلية خب واحد ينادي عشيرة يستنصرهم ويعتقدون من المرؤ الدفاع والدخول بغض النظر عن سبب المشكلات يا للخزرج والآخر جهجاه قال يا لكنانا يا لقريش يا للمهاجرين الرواية تقول فتسارع القوم إلى سلاحهم المسلمين يعني اتسابقوا إلى كل واحد حمل سلاحه وهو الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويدي بينما هذا الحدث البسيط على ما انقسام داخلي وفتنة طبعا تحرك بعض المهاجرين وذهبوا إلى المضروب واسترضوا وانتهت الفتنة لكن الحلب يقول النبي صلى الله عليه وآله خرج وهو يقول ما بال دعوة دعوة الجاهلية قالوا ليه اللي صار فقال دعوها فإنها منتنة يعني هذه العصبية منتنة لكن الكلام وين الكلام في رأس النفاق عبد الله بن أبي لما عرف ماذا قال غضب وقال كلمة النفاق قال أفعلوها بعدو ضربون أفعلوها قد نافرون وكاثرون في بلادنا ثم قال وما صحبنا محمدا صلى الله عليه وآله إلا لنلطم يعني جاب لين المهانة والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال سم من كلبك يأكلك سم أخذت صدفت أعطيت تالي يقوم يعتدي علينا في أرضنا أما والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز يخصد نفسه منها الأذى يخصد النبي الكريم صلى الله عليه وآله هذه سورة المنافقون نقرأ كل أسبوع هذه قصة ترتبط بهذه الحادثة ثم أقبل على من حضر من قومه عبد الله بن أبي فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله ما نحتاج ختال بس نجوعهم أما والله لو أمسكتم عن جعال جعال هذا اللي لطم اللي ادخل لنصرة المهاجر جهجاه يقول ابن أرقم قاعد بعد صغير في السن سمع الكلام ورح للنبي خبره واش قال عبد الله بن أبي طلبوا من النبي يقتله بأن هذا هذا كلام كفر هذا وتهيج ومع ذلك ما أمر بقتله عمر قال أمرني أضرب عنق ما سمح لي قال خلف أولاد من الأنصار يضرب ما سمح لي يقولون عبد الله ابن عبد الله بن أبي يعني والد رأس النفاق سمع أن النبي سمع أبو قال له الكلام فقال أنا الآن أروح للنبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله في الخزرهج ما في رجل أبر بوالده مثلي وأنا علمت أنك قد تريد قتل والدي إذا تريد تقتله أمرني أنا أنا أجيب لك راسة لما أخاف أن تأمر غيري بقتله فأرى قاتل أبي يمشي في الناس تاخذني حمية وأقتله فأقتل مؤمنا بمنافق أبو إي منافق أقتل المؤمد بمنافق وأدخل النار فحتى لا أتورط بصعوبة موقف وأتبع عصبية أمرني أنا أقتله قال لي نرفق به نرفق به ونحسن صحبته ما دام معنا بعد اللي قال والقرآن نزل آيات في ما قال لكن النبي يقول نحن نرفق به ونحسن صحبته ما دام معنا فكان صلى الله عليه وآله يتعامل مع هذه الحركة حركة نفاق بهذا اللطف وهذه الرحمة هذا موقف الموقف الثالث موقف تخابر لما أراد بني النظير قتل واغتيار رسول الله صلى الله عليه وآله وفضحوا النبي صلى الله عليه وآله قرر أن يجليهم خطر خطر يخططون على مستوى استداء في القيادة فخططوا النبي لإجلائهم على المدينة إبعادهم الأمر سر أنت إذا تخبر واحد أنا بجيك يستعد لك أما إذا ما يشوف إلا أنت أمامه وانت هدفك إجلاء يرضخ لك ويمكن إجلاء بسهولة لكن المشكلة أن بعض المنافقين من بني عوف ومنهم بعد عبد الله بن أبي كتبوا إلى بني النظير إن محمدا صلى الله عليه وآله سائر إليكم فخذوا حذركم وأدخلوا أموالكم حصونكم وأخرجوا لقتاله وَلَا تَخَافُوا مِنْهُ إِنَّ عَدَدَكُمْ كَثِيرُ وَقَوْمَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله شَرْذِمَ قَلِيلُونَ عُزَّلْ لَا سِلَاحَ مَعَهُمْ إِلَّا الْقَلِيلِ طبعا بعض الروايات بعض المعارك بعض المسلمين يقاتل بسعف النخل ما عنده ما عنده حتى السلاح ساعة ما عنده يركب على داب يروح للمعركة فيعتذر للنبي ما عندما يحمل عليه فيبكي لأنه لم يوفق للقتال الآن هؤلاء مو فقط خبروا بني النظير أن النبي صلى الله عليه وآله سيقصدهم بل شجعوا وقالوا هؤلاء عددهم قليل وفي بعض الأحيان يقول نبعا من أوقفوا إياكم لذا نزل قوله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطْيْعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فإذا عملية تخابر وعملية دعم ووعد بالدعم اللوجستي والدعم المعنوي مع ذلك النبي صلى الله عليه وعليه كشف هذا التخابر ولم يقم بإجراء صارم ضدهم لأنه يريد أن يجمع لا يريد أن يفرق هذا ليعد معوائل بالنتيجة تقتل واحد هذا مشكلة الإيمان جديد النبي صلى الله عليه وعليه حتى في القضاء ما يقضي بالغيب ويقدر يقضي بالغيب لأن الناس توهم آمنة يعني بيقولون هذا عنده محسوبيات ليش هنا يقالش ما عنده دليل ليش حكم هنا كذا فلازم بالظاهر ولازم يتسامح حتى لا تتفرق أمته في حياته الأمر الرابع والأخير مسألة الإغتيال في رجوعه صلى الله عليه وآله من معركة تبوك يمر على جبال فيها وديان فقرر بعض كبار المنافقين من من يسمون بالصحابة لأن اليوم ما عندنا فرز هذا الصحابي منافق هذا الصحابي غير منافق كل الصحابة في بعض المدارس عدول وكذا بس التاريخ يأكد وجود عملية اغتيال يذكر يوم من الأيام كنت في زيارة النبي صلى الله عليه وآله فجاءني رجل من السلفية شافني واقف أطلت الوقوف عند النبي فقال لي انضي انضي قلت له قلت له أسلم على النبي قال وقفت طويلا قلت له عندي سلامات من المؤمنين إلى رسول الله قال لا يحتاج إن الملائكة تجوب الأرض وتحمل سلام المؤمنين إلى رسول الله ثم سألني أنت من أين فقلت من البحرين قال أوصيك بحب الصحابة خيرا الماذي ليش التوصيه يعني فقلت له نحبهم إلا المنافق منهم قال كيف يعني قلت له لأن التاريخ يقول تعرض النبي صلى الله عليه وقال لمحاولة اغتيال قال صدقت وكان حذيفة يعرف بأسمائهم لذا جاءه فلان جاء باسم صحابي سأله هل وجدتني فيهم قلت له هذا الذي يخيفني أن أقدس صحابي إلى السماء تالي يطلع اسمه عند حذيفة خوف الوضع واجد طالعني ومشعني أنا كل حال هذه المحاولة يرويها المسلمون كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله في رجوعه من تبوك حاول بعض المنافقين أن يغتال الرسول الله بطريقة ماكرة تنفير الدابة حينما تكون عند الوادي السحيق هو في الأعلى فيسقط في الوادي والطبيعي يموت وتكون المسألة عفوية غير يعني لا يفهم منها أنها عملية استهداف فالغيب أطلع النبي صلى الله عليه وآله على هذه المحاولة فغير الخطة الجيش ينزل يمشي من الوادي وهو فوق لكن مع ذلك ثلاثة عشر من المنافقين جاءوا لاغتياله فأمر حذيفة وبعض الصحابة الذين معه أن يهجموا عليهم طبعا عرفهم وأطلع حذيفة على أسمائهم فجاءه فجاءه بعض كبار الأنصار يطلبون منه بإلحاح أن يقتلهم ما في مجال لازم تقتلهم يقول لي ترى أنت الآن قوي يا رسول الله الإسلام الآن ثبت أركانه لماذا لا تأمر بقتلهم أمرني أجيب لك رؤوسهم الآن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول يعني تريد الناس يقولون بعد أن تمكن أخذها يقتل أصحابه النبي يريد نزاهة للدعوة ينظر لبعيد ينبي هذا الدين الذي يخيره للناس أن يصل إلى الناس وأن لا تكون هناك حادثة يستهدف فيها نشر الإسلام ولا ينتشر فيحرم الكثير بسبب شائعة أو بسبب فكرة خاطئة يوسم بها النبي صلى الله عليه وآله أنه كبقية القادة أول يستعين بالناس يقتل اللي يخاف منهم ويقول هؤلاء خيانة عظمى ويقول هذه تشوفونها في كثير من القادة إذا وصلوا بثوراتهم بانقلاباتهم بعدين يصف في من معه خوفا منهم فالنبي صلى الله عليه وآله رحمة بمن لم يصله الإسلام يريد للإسلام أن يصل لا أن تكون المسألة تبعد الناس عن تلقي هذا الدين هذه فيما يرتبط بالمنافقين وجربنا نماذج قوية إما تخابر إما محاولة اغتيال إما فتنة داخلية إما انقسام جيش هذه أمور خطيرة ومع ذلك شملها لطف النبي صلى الله عليه وآله وصفحه انتهينا من رحمة بالمنافقين انجي إلى داخل البيت المسلم يعني أشوف روحي محتاج أجيب قصص هو النبي صلى الله عليه وآله يعزم يدعو على مائدة يطولون القعدة وياه يستحقوا اللي هم قوموا بعد تتوقع ويش بيكون أخلاقا وياهم إذا حتى على مستوى طولوا يقدر بس يقوم بيقومونهم مع ذلك حياؤه هكذا لكن مع ذلك خلينا نجيب مثال واحد إلى حالة حصلت تمثل خيانة عظمى من مسلم ومنافق ومع ذلك شوف كيف تعامل معه الرواية تقول لما أراد النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة ماذا فعل أحاط قراره بسرية تامة يعني جعل طريق إلى مكة حط ليحرس يمنعون أي أحد يروح حتى لا يحمل الخبر بل جهز سرية كما يقال أرسلها إلى نجد لإهام الناس أن الطريق ليس مكة هذا التهيئ ليس لمكة هناك مسلم وهو حاطب بن أبي بلتع هذا كتب رسالة إلى قريش أقرأ لكم رسالة شوف هناك كلمات المنافقين إن محمدا صلى الله عليه وآله يجيبون اسمه هذا لا هذا مسلم قال إن رسول الله يؤمن بأنه رسول ومنافق إن رسول الله قد أذن في الناس أو أذن في الناس بالغزو ولا أراه من نبي خبرنا وين بروح بس أنا تحليلي ولا أراه يريد غيركم وقد أحببت أن تكون لي عندكم يد بكتابي إليكم أم بأصير عندي إحسان أنا أستهدف شيء آخر عندكم ببين بعدين إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا شلون يوصل للرسالة إن استأجر رجل الحرس يمنعوها يمنعونا فاستأجر امرأة ووضعت الرسالة في شعرها ولوتت عليه راحت فنزل جبرائيل وأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأرسل عليا والزبير تجيبون للرسالة من هالمرأة طبعا جمام علي جندي منقات تماما للقيادة تماما وصل للمرأة أنكرت النبي يقول هذه تنكر هدداها رسالة تطلع تطلع فتحت شعرها وعطتهم رسالة اطلقوا سلاحة ما عادوا مشكلة وياها وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وحضر حاطب راوى رسالة ما أنكر ما أنكر فالنبي سأل صلى الله عليه وآله ما حملك على هذا فقال والله إنني لمؤمن أنا مؤمن منافق لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأة ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة أنا من قريش يا ما عندي أحد هناك أنا عندي أهل خوفا ينتقمون من أهلي أموالي خوفا يصادروها ما عندي أي شي يحميني إلا وياك من المهاجرين عندهم عشائر هناك أنا ما عندي فأردت أن أحفظ عيالي أحفظ أهلي اللي هناك من هالرسالة يصير لي يد عليهم يقولوا هذا لأنه خدمنا في القضية خلاص ما منتعرض لعياله ولا إلى ماله يقول ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون أموالهم وأهليهم بمكة ولم يكن لي قرابة فأحببت أن أتخذ فيهم يدا أحمي بها أهلي مغرض نفاق أنا ضعيف ضعفي وحبي لأولادي وأهلي خلاني أشوف أسوي هذا الذنب مثل واحد يسرق يقول سرقه حرام بس عند عيال هذا ذنب لكن غير اللي يسرق هم مضطر يعني فيه فرق فيه مستوى التمرد هذا الآن قال هالكلام وصحابة تعرفون كل واحد حاط سيفك بعضهم أقتله يا رسول الله أمني بقتله لا النبي النبي له كلمة ماذا قال إنه قد صدقكم قال الله في قلبه قال إنه مؤمن وهو مؤمن وقال إنه ضعف لها السبب وهو صد زي المطلوب ولا تقولوا له إلا خيرا مو الآن تقدر لا تضربه لا تقتله لا لا حتى لسانك لا الجرح واحد صدقكم وضعف في نقطة إحنا وظيفتنا نستنقد اللي يضعف همنا إصلاحا حتى عقوباتنا للإصلاح مو همنا الانتقام فالنبي صلى الله عليه وآله تعامل مع هذا الصحابي بهذه الرحمة والشفقة واللطف إذن النبي صلى الله عليه وآله بدأنا بمن حارب فوجدنا آداب كلها تدل على الرحمة أن الرحمة تقود الغضب ثم عرفنا سلوكه ردة فعله في جرائم المنافقين فلم يظهر إلا الرحمة ثم مع المسلمين هذا الإنسان الذي وصفه الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الإنسان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوأ حسنة نحتاج إحنا الآن أن نجعل من الرحمة هي التي تقودنا تقود غضبنا هذا ولدي فعل خطأ إذا أريد الرحمة الرحمة هنا أن أؤدب أو أصفح أو شجع أو أوبخ ماذا تقتضي الرحمة سأفعل الطبيب رحيم بالمريض إذا تطلبت الرحمة أن يقطع عضوا من أعضاء المريض سيقطع العضو رحمة وليس غضبا فالإنسان إذا تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله سيكون تخلق بأخلاق الله يا من سبقت رحمته غضبا وفقنا الله لذلك أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين